شاءت الأقدار أن تتعرض هذه المرأة إلى حروق إثر حادث في منزلها وهي أم لأربعة أطفال فقد تركها زوجها ورحل فقدت الكثير فلم تعود تمتلك ملامحة الإنسان الاعتيادي ولا مأوى لها غير أن تلجأ إلى أخيها الذي لديه ما يكفي من الهموم لتثقل كاهله وحسنا عدي هاي عونهم مذيتنا الذب مي هاي ما شوف بيها بالليل ما شوف الليل كلها الصب مي الذب مي عونه كلهن وعدي أربع بنات ثلاث بنات وولد ديتها تبيرة واخوها يمخالة بالمحمودية وأنا عايش شوي أخوي هنا قاعدة في هاي الغرفة ننعتهم بنيانه هاي رحت يم أختي واليوم جيت والعظيم وما عدي أمرنا تعبان أخي أمره تعبانه هاي الزوجة عافاني ليه نطق عليها التنر ووجش الشوه وجسم كله وقالوا عافاني قالوا انت مت فيدينا بعد والسانة حاليا قاعدين أخوي أخوي هم أمره تعبانه يعني صار قدر وصار يعني شبيدي فإجابها بابها اللي هي أعطى أطفال حتى وحدة من بيتها تخاف من يتربحها فمبوشة على طول نام بوشة قاعدة مبوشة بالله يتسوي لها عمليات مراحل العملية مليون نصف مليونين بالنجف مستشفى دار النجاة مستشفى حيور بعيور بالله يتسويها الحمد لله وشكر كل أربعة شهر كل خمسة شهر يسوي العمل وهسا عدنا شغلات عملية عيونها يعني عينها وحدة من العيون ما نشوف بيها جمعية التعاون الخيرية المكونة مجموعة كوادرة لشرائح المجتمع كافة من مهندسين وأطباء وطلاب يعملون بشكل تطوعي فقد بادرت لرصد هذه الحالة ودائبت لبناء سقف لهذا البيت كي يقيهم من حرارة الشمس والأجواء الممطرة في الشتاء معتمدين على مصدر تمويل واحد وهو التبرعات الخيرية هو هذا البيت اللي برسلمية الأمرأة اللي سوالانها دنبني لها السحالين السقفين كاملة إن شاء الله هي احترقت قبل أربع سنوات فترك زوجها هي وأطفالها على أخوها أخوها أساسا عندها أطفال وأموية وأخوه معاق كلها تبرعات خيرية يعني مثلا هذا البيت البارحة كان أحد أخوه المتبرعين زار الجمعية شاف الفكرة فغطى تكاليف هذا البيت فريق إراك بولدرز هو فريق من المتطوعين يعني من كافة شراحة المجتمع والطبقات اللي إحنا مجموعة من طلاب وطباء ومهندسين عدنا يعني وعدنا إضافة إلى طلاب يعني بالإعدادية يعني استغربت اليوم عدنا جماعة ثالث متوسط يعوف دوامة يعني هاي الفترة أيام الجمعة إحنا عدنا مجموعة من الأعمال اللي نقوم بيها يعني محدودين كمن أكثريتنا منتسبين موظفين يعني محدودين بأيام الدوام ما نقدر نشتغل نشتغل أيام عطل ما مدعوم من أي جهة كله هذا من الناس الخيرة التبرعات فريق إنه ما تابع لأي جهة حكومية زيان يعني ما رح يكون أي جهة حكومية ممكن تستغل الفريق أو دعاية وانتخابات ودشوفين يعني يجي المسؤول لمدة يوم يومين يؤدي واجبة زيان أمام الكاميرا يأخذ الدعاية الانتخابية المضبوطة والله يأكم مع السلامة هذه الحالة جزءا من حالات عديدة يعوج بها المجتمع العراقي فلا تلقى باللائمة على الحكومة بمفردها لأنها لا تمتلك القدرة على التجوار في كل بيت على حدة هنا يبرز دور الجمعيات الخيرية ومندوبيهم داخل المناطق والمحافظات لا سيمة بالاعتماد على جهودهم الشخصية ليزا الربيعي آسي الإخبارية بغداد